من أسباب الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة هاي المشاكل ما كل يوم يعني ممكن أن ترضي الناس وتحوز على مئة بالمئة من رضا الشعب العراقي ما صارت لا بخطة الجمهور لا 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 أنت وظيفتك بالانتخابات بعد الانتخابات مهمتك المقدسة أن ترضي الناس واجبك الحقيقة أن ترضي الناس ولو بشريحة معينة لكن واجبك أن ترضي الناس لكن أمير المؤمنين حسمها أمير المؤمنين هو سيد البلغاء وإمام المتكلمين قال إرضاء الناس غاية لا تدرك لا يمكن لي ولا إلك ولا أي شخص أن يدرك إرضاء الناس مئة بالمئة لكن نقدم ما علينا أي لكن نتوكل على الله ونشتغل نعتمد على الناس تنصرنا تساعدنا نحط إيد بإيد ونمشي بمحافظاتنا نحاول ننجز أمر معين إحنا أطلقنا عليه حكومة خدمات أمير المؤمنين عليه السلام عندما استششدون به هذا الرجل الذي وزع بيت المال على المحرومين علي ابن بي طالب عليه السلام ماته ومدرعته مقطعه نعال لاستيك ما عدا كان يحمل على ظهره تستشد بأمير المؤمنين والولد عندهم فلل ومنتجعات وبيوته شالهات أو هسا تستشدون بأمير المؤمنين علي ابن بي طالب سيد البلغاء كما تصفه كان يفتر على اليتيم هسا يدورون منها متعة أبو ميثاق في دول عينك لا تدوس على جرحي لا تدوس على جرحي والله تتكلم بوجدان عالي وجدان إلاقي عالي طبعا المسر ظل وجدان ظل وجدان مو ما يصير والله 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 وحق قبر علي ابن بي طالب الذي استشدت به ما قلت كلمة نكاية أو ضربا أو استخفافا بأحد ولكن خوفا عليكم من القادم وحرصا عليكم مما يكيدون لبابه من بعض أقسم بالله وسماواته وأرضه أنا لست ضد أحد ولكن نريد منكم أن تنجحوا من أجل الفقراء تعبني من الإصياح شكرا